موسيقى طبعا منذ البداية كانت التوقعات تتجه في اتجاه أن هذا الوباء العالمي ستكون لديه تأثيرة اقتصادية كبرى على جميع الاقتصادات العالمية سواء الاقتصادات المتقدمة أو الاقتصادات السيرة في طريق النمو لحد الآن إذا قمنا بمقارنة ما كنا نتوقعه في السابق مع ما وقعه فأعتقد بأن التأثيرات لحد الآن هي أقل مما كان متوقع لأن كان متوقع أن عضو الضحايا سيكون بمئات الآلاف وربما الملايين على الصالح العالمي عدد الوفيات ستكون كبيرا جدا وبالتالي عمق الأزمة سيكون كبيرا جدا لذلك الآن لم يقع هذا سواء في الاقتصادات المتقدمة وسواء حتى في البلدان السيرة في طريق النمو وهذا شيء جيد وهناك عدد كثير من الناس يتحدثون على أننا نحن نعيش أزمة اقتصادية إذا قارن ما نعيشه الآن في المغرب مثلا مع الأزمات الاقتصادية السابقة فنحن لسنا بعد في عمق أزمة اقتصادية نحن ربما على مشارف أزمة اقتصادية ومالية وإلى غير ذلك لكن نعيش أزمة صحية نعيش تعطل النشاط الاقتصادية لمدة شهرين ونصف الآن قريبا ستصل إلى ثلاثة أشهر كاملة ولكن تأثيرة الاقتصادية ستظهر فيما بعد ولكن لسنا في عمق أزمة اقتصادية أزمة اقتصادية موشلتها واضحة معدلة تضخم عالية جدا معدلة بطلة عالية جدا عجز الأسواق عن تزويد المستهلكين بالمنتجات توقف سلاسل إنتاج يعني حتى سقوط عدد كبير ملايين من الناس في الفقر وفقدان عدد كبير للناس للوظائف إلى غير ذلك هذا لم يقع باب لحد الآن وذلك بسبب متانة الاقتصاد الوطني إلى حد ما مقارنة بسبعينيات أو ستينيات أو خمسينيات القرن الماضي ثم إلى حد ما الاقتصاد العالمي وصل إلى مستوى من النج أنه راكم من التروات وإلى غير ذلك ما يجعله يتحمل بعض الأزمات الصحية والاقتصادية الطارئة وغير يعني العامقة بالتالي فأنا أعتبر بأن الأزمة الاقتصادية الكبرى لم نصل إليها بعد وذلك يرتبط بمدى يعني تطور وباء كورونا في الأشهر الأسابيع والأشهر القادمة شخصيا أتحفض على سياسات الإنفاق العام التي تلجى بالخصوص إلى الاستدانة الكبيرة وإلى غير ذلك لأنه ليست هناك ضمانات أن الإنفاق العام بملايير الدراهم إلى غير ذلك سيخلق وظائف وسيؤدي إلى النمو الاقتصادي إلى غير ذلك وفي نفس الوقت سياسات تقشفية متشددة قد تكون يكون لها تأثير على النمو الاقتصادي بالتالي فيجب أن يكون هناك تقشف معقلا والتقشف المعقلا يجب أن يكون أن يلجأ إلى الحكامة الجيدة كمعيار من المعايير من خلال خفض الإنفاق الذي نحن الآن نسنا في حاجة إليه في هذه الظروف بالتالي فيجب المزاوجة بين المنهجين والدولة أن تكون عقلانية وأن تتميز بنوع من العقلانية في الإنفاق على بعض المشاريع أو إلى غير ذلك لأنه بصفة عامة لا يمكن يقاف الإنفاق العام بصفة تامة كما لا يمكن أن ندعو إلى الإفراد في الإنفاق العام الإفراد في الإنفاق العام وعلى مر التاريخ سوى أن تعلق الأمر بالاقتصادات المتقدمة والسائلة في طريق النمو تبين التجارب التاريخي أنه ليس هناك ضمانة لإعادة عجلة النمو الاقتصادي إلى غير ذلك لأن النمو الاقتصادي وتقدم الاقتصادات والدينامية الاقتصادية ترتبط بعوامل كثيرة جدا بالمناخ العام بمناخ الأعمال بطبيعة المؤسسات بالمناخ الاقتصادي الدولي إلى غير ذلك بالتالي ففي ظل الشروط الحالية إذا قمنا بإنفاق كبير على أوراش عامة بنية تحتية تمويل مقاولة كبرى إلى غير ذلك لست لدينا أي ضمن أن ذلك سينعيشوا الاقتصاد في نفس الوقت إذا قمنا بسياسة تقشفية شديدة التقشف قد يؤثر ذلك إلى حد ما على العرض وقد يؤثر حتى على الطلب الداخلي بالتالي فيجب أن أخذ بعين الاعتبار كيف ستتطور الاقتصاد الدولي ثم كيف ستتطور أيضا الأوضاع في الداخل ومن بين الأمور المهمة التي يجب أن نولي لها اهتمام كبير الآن هو الحكامة الجيدة يجب أن يكون هناك تشبت بمبدأ الحكامة فيجب أن يكون الإنفاق بعقلانية وبحكامة ويجب أن يكون هناك أرسل للنفاقات لأن إنهاك المقاولات مثلا بالضرائب وإنهاك المستهلكين والعمال بالضرائب إلى غير ذلك سيؤثر عليهم وإن كان سيعطي لميزانية الدولة مثلا مواري إلا أن ذلك له تأثيرات سيئة بالتالي فعلى الدولة أن تكون أكثر عقلانية في تدبير هذه المرحلة الحارجة ثم يجب أن تستفيد من هذه المرحلة كيف سيتم التعامل مع مستقبل الاقتصاد الوطني في دل كل هذا النقاش الذي يوجد الآن حول النموذج التنموي الجديد يجب أن يتم التفكير في نموذج للنمو يراعي السياق المحلي والتغيرات الدولية القادمة خلال العقل القادم قبل سنتين بول رومر الذي يعتبر من أهم الاقتصاديين في العالم الذين منذ التمانينات أدرج تأثير التكنولوجيات الحديثة والتكنولوجي على النمو الاقتصادي وادخلها من بين المتغيرات المفسلة للنمو الاقتصادي حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد وصراحة الاقتصادات المتقدمة الولايات المتحدة الأمريكية بالخصوص وكندا وبقية الاقتصادات المتقدمة استغلت تقريبا 20 سنة من تطور التكنولوجيات الحديثة والرقمنة لتطوير وعصرنة اقتصاداتها ولرفع انتاجيات العمال ولتخفيض كلف الانتاج إلى غير ذلك البلدان النامية جاتت متأخرة بشكل كبير لكن الآن نلاحظ أن هذه الأزمة الصحية ربما تكون نقمة في طياتها نعمة وهي أنه انتبهت للدور التكنولوجيات الحديثة والرقمنة في تخفيض كلف الانتاج في تسهيل التواصل إلى غير ذلك ليس فقط بالنسبة للقطاع العام ولكن أيضا بالنسبة للقطاع الخاص ثم بالنسبة للأفراد إلى غير ذلك الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة تسايم في خفض كلفة الانتاج وفي خفض كلفة صناعة منتاج معين تقديم خدمة معينة إلى غير ذلك لكن استثمار هذه التكنولوجيات الحديثة في حاجة إلى موارد بشرية في حاجة إلى مهندسين في حاجة إلى أجهزة في حاجة إلى استثمارات كبيرة الدولة بطبيعة الحال في المغرب ليست لديها هذه الإمكانات مثل البلدان المتقدمة لكن يمكن الاستفادة من خلال تحول تدريجي نحو استخدام التكنولوجيات الحديثة في المرفق العام هناك عدد كبير من الخدمات يمكن الآن تقدمها بطريقة إلكترونية سواء بالنسبة للمواطنين عن بعد دون تحمل عناء يعني تنقل الإدارات إلى غير ذلك هذا مثال فقط بالنسبة لإقتصاد الوطني أيضا يجب على الدولة أن تقدم ليس دعمات مباشرة ولكن تسهيلات إدارية لكل المقاولات التي تريد أن تتحول نحو استثمار تكنولوجيات الحديثة في الإنتاج ثم أن تنشئ مناخا جيدا للشباب حامل الأفكار والذين لديهم أفكار شركات ناشئة ما يسمى من الستارتابس للأسف الشديد لاحظنا في المغرب خلال الثلاثة والأربعة والخمس سنوات الآخرة عدد كبير من المهندسين في مجال تكنولوجيات الحديثة والذين عليهم طلب كبير دول كبير غادروا البلد وذهبوا إلى استقطبتهم بلدان أخرى واقتصادات أخرى يجب أن يتوقف هذا النزيف وأن تستطمر سواء الدولة وحتى القطاع الخاص بكل مرافق أن يستطمروا التور التكنولوجية الحديثة من أجل يعني إدراجها ودمجها في مسلسل الإنتاج وفي تقديم الخدمات إلى غير ذلك وذلك سيساهم في تحسين معدل نمور اقتصادي في البلد ثم أيضا سيخلق بالنسبة للمنتج الوطني قدرة تنافسية في الأسواق سواء الجهوية أو حتى الدولية يجب أن نعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أعظم اقتصاد في العالم وهي القوى الأكبر في العالم لحد حدود الآن ومنذ عشرينيات القرن العشرين إلى الآن كل الأزمات الكبيرة التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية كان لها تأثير كبير على العالم بالتالي فالأمر ينطبق أيضا على هذه الأزمة إذا استمر الإغلاق الاقتصادي في أمريكا وتعطل لمؤسسات وهذا الارتباك الذي تعيشه الإدارة الأمريكية الآن مع هذه المشاكل التي تتخبط فيها إلى غير ذلك وأدى ذلك إلى التأثير على الأسواق المالية وعلى الأسواق الاقتصادية إلى غير ذلك بالتالي فالأزمة ستنتقل إلى الاقتصادات المتقدمة خصوصا في القارة الأوروبية والتي تعتبر من أهم شركائنا إذا أضيف إلى هذا الأزمة الحالية المرتبطة بالإغلاق الاقتصادي الذي أتى أصلا من الأزمة الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا فأتوقع بطبيعة الحال بأن الأزمة ستنتقل إلى العالم ككل وهذا أولا بطريقة مباشرة سيؤثر على شركائنا الاقتصاديين ثم بطريقة غير مباشرة سيؤثر علينا أيضا لأن أغلب المؤسسات المانحة البنوك إلى غير ذلك ستكون متخوف المستثمرين الكبار الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى غير ذلك ستدخل مرحلة لن تتخذ أي قرارات استثمارية بالتالي فسيكون هناك توقف معاقة للنشاط الاقتصادي ونحن الآن نريد أن نخرج من الأزمة بإعادة تنشيط الاقتصاد والذي يعيد تنشيط الاقتصاد هو الاستثمار هو الأبنك هو المستثمرين هو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى غير ذلك ما يجري في أمريكا قد يؤدي إلى أن تدخل الشكوك يعني إلى رؤوس عدد كبير من الأطراف بطبيعة الحال سيكون ذلك مؤثر على الاقتصاد المغربي وستكون هناك شركات مثلا ستؤخر عمليات استثمارية ربما ستكون هناك شركات مثلا في قطعة الأبناء كالسيارات النقل الجوي إلى غير ذلك حتى في قطعة السياحة ستقوم بتخفيض حجمها أو بتسريح العمال أو بتخفيض أنشطتها أو بسحب بعض الاستثمارات بالتالي فالآن لحدود الآن هناك ضبابية في المشهد الدولي أصلا بسبب فيروس كورونا وزادها ما يقع في أمريكا هذا التخبط والاحتجاجات والمشاكل الداخلية زادها عمقا ضبابية المشهد ولا نعرف خلال الأسابيع والأشهر القادمة كيف ستكون الأمور وربما قد يطول ذلك إلى أن نصل إلى مرحلة نوفمبر التي ستشهد انتخابات في أمريكا وسنعرف كيف سيكون شكل وطبيعة الإدارة الجديدة التي ستتولى الأمور لا تنساش تابنى فلاشين وتأكتب الجرس لكي تسلق جديد الفيديوهات من هذا البريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر